جلسة تثبيت عضوية أعضاء جدد في المجلس الشعبي الوطني تلغى بعد تصعيد الاحتجاج على رئيس المجلس محاد بوشارب من المستحيلات التعامل مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي محاد بوشارب في هذه الظروف التي نطلب من خلاله أن يستجيب لمطلب الشعب الجزائري وترك المصالح الخاصة أو الشخصية أو الآن الشخصية وتغليب مصلحة الشعب ومصلحة الوطني ومصلحة استقرار المؤسس لا يمكننا كذلك أن نحضر جلسة الغد مع حكومة مرفوضة من طرف الشعب الجزائري بالمقابل يصر نواب آخرون على ضرورة المحافظة على استقرار الهيئة التشريعية فالوقت لا يسمح بحسب هؤلاء لضرب مزداقية المجلس وتفويت جلسة الاختتام أمام هذا الوضع تحفظ أعضاء آخرون على حرمان نواب جدد من جلسة تثبيت العضوية فمصير هؤلاء يظل معلقا في حال عدم إجراء الجلسة وفق ما يمليه قانون المجلس هناك نواب جدد نواب جاو باش اليوم يدرهم تثبيت العضوية إذا مش من حقنا احنا لنضيعهم هذه الفرصة على الإثبات العضوية احنا وش اقترحنا؟ احنا اقترحنا أنه اليوم تجري جلسة عادية عادية إثبات إخواننا جدد هذو النواب اللي جاو وغدا إن شاء الله بتكون عندنا موقف وحد أخر مصير هامض يكتنف المجلسة الشعبية الوطنية فالصراع يشتد بين مؤيدي بشارب ومعارضيها لتبقى شرعية الأخير محل طعن من قبل الحراكة لاعتباره أحد الباءات المطالبة بالرحيل اشتركوا في القناة